بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سنستكمل في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى توصيل باقي أطراف لوحة آرقل 300 ونبدأ بـ S2A و S2B حيث هذان الطرفان هما لربط الدوبليكس بين مصادعين أو أكثر أي جروب أوبريشن ولتبعيل خاصية الدوبليكس أو الجروب أوبريشن يتم وصل S2A من المصعد الأول إلى المصعد الثاني و S2B من المصعد الأول إلى المصعد الثاني أو S2A من المصعد الأول إلى المصعد الثاني والثالث و S2B من المصعد الأول إلى المصعد الثالث وهكذا تكون لدينا خاصية الجروب أوبريشن عند مرمجة الطلبات يكون لدينا عنده تخيارات منها Down Collective أو Up Collective أو Up and Down Collective حيث يكون هناك زر طلب خارجي واحد على الطابق في حالة Down Collective أو Up Collective وزرين على الطابق في حالة Full Collective واحد للصعود وآخر للهبوط في حالة Up Collective أو Down Collective أو Up and Down Collective يكون لدينا هناك ثمن أطراف خارجية للطلبات الخارجية وثمن أطراف للطلبات الداخلية وعليه فأن أطراف الطلبات الداخلية هي من X1 إلى X8 أو من X1 إلى X8 والطلبات الخارجية من X9 إلى X16 ويتم التحكم بخيارات الطلبات الخارجية Up Collective أو Down Collective أو Up and Down Collective عن طريق البرمجة وعند برمجة الطلبات الخارجية لتكون Full Collective Selective أي أن كل طابق طلبين واحد للصعود وآخر للهبوط فإن اللوحة تشغل لغاية 6 طوابق 5 للصعود و5 للهبوط و6 للطلبات الداخلية للكبين أو الصاعدة كما ذكرنا اللوحة تشغل لغاية 6 طوابق في حالة التجميع الكلي أو Full Collective Selective فيكون لدينا من X1 إلى X6 هي للطلبات الداخلية أو الطلبات الصاعدة أو الكبين ومن X7 إلى X11 هي للطلبات الصعود الخارجية طبعاً ومن X12 إلى X16 هي للطلبات الهبوط الخارجية وفي حالة Full Collective Selective أكون توصيل الطلبات كما هو موضح معنا في الشكل التالي حيث أن اللوحة تشغل 6 طوابق في حالة التجميع الكلي هذه طبعاً بدون إضافات اللوحة مثل اللوحة FX-200 أو FX-400 أو FX-Siri كما أن هناك طريقة لربط الطلبات الداخلية مع الطلبات الخارجية وفي هذه الحالة تخدم اللوحة لغاية 16 طابق لكن من سلبيات هذه الطريقة أننا نفقد الأولوية في الطلب أي أن ليس هناك أولوية للطلبات الداخلية على الطلبات الخارجية لكن ميزة طريقة الربط هذه أن اللوحة تشغل لغاية 16 طابق لكن كما ذكرنا فإننا نفقد أولوية الطلبة الداخلية على الخارجي ونستخدم هذه الطريقة لتشغيل أكبر عدد من الطوابق بدون إضافة لوحات إلى اللوحة الرئيسية كما يمكننا استخدام ميزة non-collective أي أننا نعطي طلب مرة واحدة فقط وليس هناك أي تجميع للطلبات أرجو أن أكون قد أوضحت طريقة توصيل الطلبات في حالة التجميع الهبوطي أو التجميع الصعودي أو التجميع الكلي على أمل أن نواصل شرح باقي نقاط التوصيل للوحة أرقل 300 ثم ننتقل بعدها إن شاء الله إلى البرمجة إلى ذلك الحين أستعودكم الله الذي لا تضيع ودائعه على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا